فيه كم مصري روحه مشيت على هذه الأرض رجله دبت على تراب هذه الأرض بالتأكيد مئات الملايين مئات الملايين دول كلهم كان موقفهم كده الوقوف بجانب هذه القضية ولما تيجي تشوف انه التناغم ما بين ارادة الشعب المصري وهواه وتكوينه ووجدانه هو هو نفس دات التناغم مع الإدارة السياسية التبرع بالدم في محافظات الجمهورية لصالح أهلنا في فلسطين هو حق وواجب علينا نفعله طوعا ونذهب إليه كل اللي بيجرى ده على سبيل المثال لما تيجي تشوف ده كان زي ما كنت بقولك ده تنفيذ حتى لتوجه شديد الوضوح من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه أيضا معلم بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة اترفع شعار اسمه كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين وده تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتتكلم على تقريبا كل المنظمات المصرية بتشتغل على قوافل إغاثية ومساعدات إنسانية لأهلنا في فلسطين مؤسسة حياة كريمة أعلنت مشاركتها في الحملة الشعبية من أجل التبرع بالدم لأهلنا في فلسطين ضمن طبعا الحملة الشعبية زي ما نوريت لك تقريبا 27 محافظة الحملة تنطلق الحياة بمنتهى القوة بعد صلاة الجمعة مبارح في كافة محافظات الجمهورية كل ده زي ما بقولك جاي بقى مع القوافل والعربيات اللي انت يمكن هتبدأ تشوفها قدامك على الشاشة اللي بيرسلها التحالف قافلة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من كل التخصصات تضم الأدوية تضم أجهزة طبية وما هو أكثر مفيش مصري قلبه مش مع فلسطين مفيش مصري عمليا دمه مش في فلسطين مفيش مصري دمه مش في فلسطين دمه اللي دمه لسه ما وصلش دمه لسه هيوصل وهكذا هتفضل دايما هذه القضية هي قضية شعب عربي بل هي القضية المركزية لكل المواطنين المصريين ترجمة نانسي قنقر